وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي إيغور أسيبوف سيطرة بلاده على بحر أزوف والجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وأوضح أسيبوف أن سفنة وطائرات أسطول البحر الأسود تقوم بتوجيه ضربات على أهداف معادية بالغة الدقة والأهمية كما تشارك الوحدات القتالية التابعة لهذا الأسطول في العمليات الهجومية البرية للجيش الروسي دعت الحكومة الأوكرانية المدنيين لمغادرة إقليم دونباس فورا بعد تحقيق الجيش الروسي تقدما في بعض الجبهات يأتي ذلك فيما دعت حكومة منطقة دونسك روسيا إلى توسيع الهجوم ليشمل مدنا تغطي جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا في حين تركز العمليات العسكرية الجارية على إقليم دونباس ومناطق أخرى في الجنوب قال الرئيس الأوكراني برودمير زيلنسكي أن بلاده ستصدر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي وخلال كلمة له بمناسبة يوم الدولة القومية تعهد زيلنسكي بمواصلة القتال ضد الوجود الروسي في بلاده مؤكدا أن الأوكرانيين يقاتلون يوما بعد يوم حتى يفهم العالم أن أوكرانيا بلد حر مستقل دو سيادة غير قابل للتجزئة يمكنكم أن تقولوا ذلك لنا كل يوم هو يوم دولة قومية الأوكرانيون يقاتلون كل يوم حتى يبرك العالم أجمع أن بلدهم ليست مقاطعة روسية ولكنها دولة حرة مستقلة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة قدم الرئيس الأوكراني برودمير زيلنسكي المدعي العام الجديد لأوكرانيا وذلك خلال اجتماع حكومي وحل أندريك كوستين محل إيرينا فينديكتوفا التي أوقفها الرئيس في 17 من يوليو الجاري وفي أول قرار له بعد تقلده المنصب أصدر كوستين قرارا بتعيين أوليكسندر كيليمينكو في منصب نائب المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد وشدد كوستين على ضرورة حصول أوكرانيا على العضوية الكاملة في المجتمع الأوروبي والاتحاد الأوروبي بدوره دعا المستشار النمسوي كارل نهيمر إلى الضغط الدولي بقوة على روسيا لوقف القتال في أوكرانيا لافتا إلى أهمية التضامن الأوروبي في هذه الأزمة الراهنة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية على حد قوله وخلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال المستشار النمسوي أن العقوبات لا تدخل حيز التنفيذ بالسرعة المأمولة لافتا إلى سعي أوروبا لمنع الاضطرابات الاجتماعية وزعزعة الاستقرار بسبب ارتفاع معدل البطالة في السوق الأوروبي قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت ستة مستودعات ذخيرة أوكرانية في دونتسك وفي منطقة ميكولايف من جانبها أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن صواريخ كروز روسية استهدفت قاعدة عسكرية قرب كييف ما أدى إلى تدميرها جزئيا وقال المسؤول العسكري أوليكسي كوروموف إن مبنى في القاعدة دمر وأصيب اثنان وآخران بينما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أحد الصواريخ رغم دخول الأزمة الأوكرانية الروسية شهر السادس إلا أن المؤشرات لا تلوح بوجود حل سياسي من كل الطرفين أو حتى من حلف شمال الأطلسي الذي يدعم كييف فالأزمة الأوكرانية الروسية التي تسببت في تباطئ النمو وزيادة سرعة التضخم في جميع دول العالم وأوقفت تصدير القمح الأوكراني والروسي وجعلت موسكو توقف تصدير الغاز لأوروبا جعلت الجميع يتابع سياسة الأمر الواقع والبحث عن حلول بدلة فبداية من كييف فقد أعلن الرئيس الأوكراني زلينسكي أن بلاده ستصدر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن تلك الصادرات لن تسمح بزيادة العملات الأجنبية فقط بل ستساعد أيضا الشركاء الأوروبيين على مقاومة الضغط الذي تمارسه روسيا على صعيد الطاقة أما وزير الخارجية الأمريكية أنتونين بلينكين فقد ألقى بالمسؤولية عما يمر به العالم من أزمات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكد أن الأزمة التي دخل الشهر السادس تسببت في أزمات غذاء عالمية وأكد بلينكين أن أوكرانيا لم ولن يتم احتلالها وستبقى دولة ذات سيادة ومستقلة ميدانيا قالت وزارة الدفاع البريطانية أن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا يكتسب قوة في مدينة خرسون الواقعة جنوب البلاد وتسيطر عليها روسيا وفي إقليم دونتسيك قال موالون لروسيا أن أربعة مدنيين قتلوا في قصف أوكراني وأصيب أحد عشر آخرون بجروح عواقب العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا لم تقتصر على مجرد اهتزاز الأوضاع بالفعل في هذين البلدين وحسب لكنها طالت المنطقة والعالم بأسره كما أنها تشير إلى أهمية وجود شبكة أمن عالمية ووضع ترتيبات إقليمية لوقاية الاقتصادات من الصدمات أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بلادها والولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى أي نتيجة ملموسة بشأن تبادل محتمل لمواطني البلدين المحتجزين أو المعتقلين وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زغاروفا قالت أن الرئيسين الروسي والأمريكي ناقشا احتمال تبادل المواطنين الروس والأمريكيين المحتجزين في أراضي البلدين وأعطوا تعليمات للمؤسسات المختصة لإجراء مفاوضات مؤكدة على ضرورة أن تأخذ مصالح الطرفين في الاعتبار أثناء عملية التفاوض تساهم الولايات المتحدة بخمسمائة مليون دولار من أموال المنحين في استجابة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحرب على أوكرانيا وبذلك تؤكد الولايات المتحدة التزامها القوي بدعم أوكرانيا من خلال إطار عمل البنك الدولي للقدرة على الصمود وسبل العيش رحبت الأمم المتحدة بافتتاح مركز التنسيق المشترك لتسهيل تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود لإنشاء ممر بحري إنساني يسمح للسفن بتصدير الحبوب والمواد الغذائية وأكدت الأمم المتحدة أن المركز سيقوم برصد حركة السفن التجارية لضمان الامتثال للمبادرة والتركيز على تصدير الحبوب التجارية السائبة والسلع الغذائية ذات الصلة فقط فضلا عن ضمان المراقبة في المواقع ورصد البضائع من الموانئ الأوكرانية والإبلاغ عن الشحنات التي تم تسهيلها من خلال المبادرة قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال إن بلاده تأمل أن يصل توربين ضخ الغاز في خط نورد ستريم 1 وأن يتم تركيبه قريبا في محطة بورتوفايا كان بيسكوف قد أكد في وقت سابق أنه من الخطأ ربط انخفاض تدفق الغاز في نورد ستريم 1 بتدهور علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر